اشتركوا في القناة مديرة قسم الإدارة المالية النسائية في أكبر وكالة سفر في الشرق الأوسط مساء الخير أستاذة لبيبة مساء النور أهلا وسهلا بداية ما شاء الله تبارك الله عملك لم يتجاوز الثلاثين سنة وانت مديرة مالية في تقريبا واحدة من أكبر شركات السفر في الشرق الأوسط تكلميني عن هذا الشيء أول شيء بسم الله أنا مديرة قسم الإدارة المالية في مجموعة الطيار للسفر زي ما قلتي تعتبر أكبر وكالة سفر في الشرق الأوسط بدأت معاهم بعد التخرج على طول من البكاليريوس هم اللي قدموا لي كل الدعم أساسا علشان أدرس ماجستير وأنا موظفة معاهم أصلا بعد ما أخذ درجة الماجستير في الإدارة صرت مديرة القسم كل هذا وأنا معاهم من عام 2009 طب ما تحسن أنها مسؤولية كبيرة؟ هي مسؤولية كبيرة أكيد ومهام متعددة واختلافات كثير وخصوصا قد الإدارة المالية يعني يعتبر العمود الفقري الأي منشأفة يحتاج تركيز أكثر حرص أكثر بس أنه مع الدعم والمساعدة من الشركة إن شاء الله أنه كل شيء طيب يعني ما شاء الله كنت تدرسين وتشتغرين وأنت محاضرة كمان في الجامع في الجامعة كيف قدرت توفقيه من هذا الأشياء؟ بالبداية أنا قبل ما أصير محاضرة أصلا كنت موظفة في الفترة الصباحية درست ماجستير لما فترة دراستي كانت محاضراتي مساء طبعا زي ما قلت لك مزاعدة الطيار كانوا يختصروا لي ساعتين من وقت الدوام علشان أروح أخذ محاضراتي سنتين وبعدها لما خلصت الماجستير نفس الشي صرت محاضرة بالجامعة ومحاضراتي كانت مساء محاضرة متعاونة في أحد الجامعات الحكومية أعرف أستاذ الأبيب بعض المرات يكون شي جميل يكون فيه زي الصبر وقصص نجاح يعني الواحد يدرس ويشتغل كمان ويثابر لما وصل لمركز ومنصب زي كده يمكن الطريق ما كان سهل أنت ما وجهتك أي صعوبات كانت؟ أكيد كل شي يعني كل شي تسوينا أكيد له صعوبات خصوصا الوقت تضيق الجامعة لها متطلبات بنفس الوقت ما وديك تقصرينه في دوامك ومهام كثيرة وقسم حساس زي قسم الإدارة المالية مسؤولة أنت قدام يعني قدام الشركة ومسؤولة قدام الجامعة برضو عن مهام معينة وواجبات معينة وجهتني صعوبات بس أنه كنت يعني حاول قد ما أقدر أنه نغطي هذه الأشياء وانجاوزتها الحمد لله ونجحت بمرتبة شرف ما شاء الله تبارك طب أستاذ الأبيب هل في صعوبات معينة أو محددة وجهتها أنت بالذات في الإدارة المالية؟ في الإدارة المالية مشكلتنا مشكلة الإدارة المالية الخطأ بسيط يكلفك كثير صحيح خطأ بسيط بيضيع عليك وقت وبيحتاج جهد كثير عشان أنت تكتشفين هذا الخطأ يمكن تعرفين أنه في مشكلة بهذه العملية اللي أنت سويتها بدون ما تعرفين وين الخطأ بالضبط فهذه تكمن الصعوبة هنا أنه أنت تحتاجين وقت كثير عشان تكتشفين الخطأ بالإضافة لأنه فيها مسؤولية طالما هي قسم إدارة مالية في مسؤولة عن أموال معينة أو مدينيات معينة هذه الأشياء كلها هذه مشكلتها ومسؤوليتها كبيرة طيب هذه المسؤولية طب فيه موظفات تشتغلون تحتك مثلا؟ فيه كثير قسم فيه كثير طب كيف لقيت التجربة كمنصب زي كذا وعندك موظفات تشتغلون معك؟ كيف لقيتك؟ كيف الإدارة لقيتها معهم؟ الإدارة أكيد يعني مو بشي سهل خصوصا أنك تواجهين ناس من اختلافات معينة ثقاطات معينة يعني فالواحد يعني تحاولين تسايرين قد ما تقدرين أنه يعني لا تقسرين في شغلك ولا تقسرين مع الموظفات يعني فهو سأكيد بالنهاية ما في شي سهل بس يمكن طول الفترة يعني أنا في ثمان سنوات تقريبا في الطيار تعاملت مع ناس كثير مع أشخاص كثير فأت يعني مع الوقت تصير عندك خبرة كافية أنه تتعاملين معهم طب لك كمان دورات ثانية تكلمني على الدورات وقد إيش فادتك في حياتك المهنية وحياتك كمان العادية؟ أنا عندي دورات كثيرة تقريبا أكثر من 20 دورة محذتها خلال فترة دراستي ووظيفتي زي إيش هذه الدورات كانت؟ يعني واحدة دورة في الشخصية القيادية عشان كذا يعني هذه صقلة معراتي بالإدارة يعني أشوف نفسي أنه قادر أنه أكون مديرة دورة في برامج الكمبيوتر كلها دورة في برامج محاسبية يعني ما درستها كمواد في الجامعة أخذت فيها دورات دورة في الإدارة دورات كثيرة في الإدارة عشان يعني الواحد يزيد مهاراته كنت يعني أنا ما أختار الدورات هذه بشكل عشوائي لا كنت أحاول أشوف نقاط الضعف فيني أشوف يعني وين أنا محتاج أزيد بهذه النقطة وكنت أركع يعني على هذا الأساس أختار الدورات هذه طب سألتك يعني بعدها يعني المشوار هو يمكن يكون قصير لكن أنه كبير في الإنجازات يعتبر أشي الحكمة التي دايما تؤمنين فيها لكل مجتهد النصيب يعني فقد ما تجتهدين يعني حتى لو ما يعني شفتي ثمارها في وقتها أكيد بعدين بيجي وقت تشوفينها يعني زي مثلا أنا لما درست ماجستير كثير كانوا يعني كثير كانوا حولي كانوا يقولون ما لا فايدة يعني أنت في قطاع خاص بالنهاية ما راح يسوي لك الماجستير ما راح تستفيدين منها حاجة بالعكس يعني استفدت منها وفايدة كبيرة يعني أخذت ترقية عليها أخذت مكافآت عليها أشياء كثيرة استفدتها منها فكنت عارفة وقتها ممكن وقتها ما كنت متوقع في بالي يعني ما كنت حطها في بالي أنه أنا باستفيد كل هذه الأشياء بس بعدين بعد وقت لا شفت أنه لفادني كثير طب سيدة لبيبة يعني أنت ما شاء الله يعني عمر صغير ووصلت لهذه المناصب بعض المرات فيه بنات فعلا يكونوا كثير وأعمارهم صغيرة بس ما أنجزوا هذا كله إيش الأشياء اللي ممكن نقولها للبنات اللي بن سن صغير عشان في المستقبل ما يدرون عشان مخبيتهم يعني أنت زي ما أنت تفضلت كنت تدرسين كنت تشتغرين شفتي نقاط الضاعف وينك يعني كان عندك وعي مسبق بالأشياء اللي فعلا أنت اللي تبوينها وتبوين تطوريها فيك إيش تقول للبنات عشان تطوروا نفسهم أول نقطة لا يطيعون الوقت يعني لضي الوقت بشكل عشوائي المفروض أنه ينحط خطط معينة سي مثلا الحين إحنا على وشك ندخل 2017 أنا حطت لي نقاط معينة لازم أحققها خلال 2017 هذه هي تحطين أهداف واضحة أنت لازم توصلي لها وتحددين الوقت شيء ثاني ما يلتفتون الكلام الناس المحبطين يعني كثير كثير حولك في بعض الأشخاص حولك يكون هو مقادر يسوي زي ما أنت فيحاول أنه يحبطك علشان ما تصيرين أحسن منه أو أي أن كان ما يلتفتون لهذه الأشياء الشيء الثالث برضو نفس الشيء شهو النقاط الضعف وين تحتاج تركيز هي وين كل شخص عنده نقاط ضعف أكيد نقاط قوة معينة يحاولون يسقلونها فبعد أنه تشوف وش الأشياء اللي هي مميزة فيها وتحاول تدعم هذه الأشياء سواء بدورات أو دراسة معينة أو أي أن كان طب إيش اللي اختلف فيك من يعني بعد هالدورات وبعد هذا كله تحسين شيء تغير في شخصيتك مثلا بالذات أنت قلت شيري الدورات الإدارية إيش لنعكس حتى على حياتك العادية تغير تقريبا مستوى تفكيري فيها يعني صرت أركز على أشياء معينة أهم من يعني ارتفع مستوى التفكير عندي برضو صرت يعني تغير يعني حتى المهارات هذه زادت عندي أنا شوف يعني بالبداية ممكن كنت أشوف أنا من الأول كنت أشوف نفسي أنه أنا شخصية إدارية أو قيادية بعد هذه الدورات لا أحسن أنه سقلتني زادتني فادتني بهذه الموقات طب 2017 إيش خطتك بدام أنت ما شاء الله يعني عندك خطت مستقبلية إيش خطتك في 2017 أول مرة صرح فيها بس إن شاء الله بإذن الله أنا عندي قبول دراسة الدكتوراه بإذن الله ما شاء الله تبارك طيب كيف تشوفين مستقبل المرأة السعودية يعني أنت فتاة لساتك نقول في أول الطريق لكن بمناصب كبيرة كيف تشوفين المستقبل لكل بنات السعوديات أنا أشوف أنه زي أنا أتكلم عن بحكم خبرتي قطاع السفر والسياحة حاليا يعني البنات كثير كثير مرة مسكين أشياء كثير في إيش ما مسكين البنات إذا جينا إحنا شوي على قطاع السفر والسياحة إيش الأشياء مثلاً اللي ممكن البنات يسومونها يمسكونها إحنا في الطيار تقريباً متاحة الفرصة لهم لكل شيء أحيان أتكلم بالشركات بشكل عام يعني يعني في إدارة المبيعات إدارة الموارد البشرية إدارة تقسام التسويق أغلبها سرد مسكينها بنات الحين في كل مكان يعني وكيف تشوفين الإقبال يعني ممكن ممكن البنات يوم الأيام مثلاً في شركات السياحة والسفر يدخلان في السياحة؟ أكيد أكيد خصوصاً أنه قطاع السياحة والسفر يعتبر قطاع سريع النمو يعني أنت شايف خلال خمس سنوات مو بزي قبل عشر سنوات يعني غير أنه قطاع السفر والسياحة مدعوم حكومياً من وزارة السياحة فأنا شايف أنه فيه زيادة استثمار حتى يعني من العنصر النسائي فيه قبال عليه فيه مكاتب سفر صغيرة كثير يديرها ومالكاتها يعني عنصر نسائي حتى في الفتر الأخير أستاذة لبيبة فيه مكاتب كاملة نسائية زي ما نقول إحنا من الألف لين الياء حتى المالكي يعني حتى المالك تلقينها عنصر نسائي يعني كلها حتى المكاتب الصغيرة يعني أغلبها اللي أقرأ عنها الحين كلها المالك عنصر نسائي لأن السفر غالبا يعني العنصر نسائي هو مهوس فيه أكثر فيمكن هم بالتجهين يعني أدرى فيه فعشان كذا طب هل تنصحين مثلاً البنات أنهم يستثمرون دراساتهم في مجال السفر والسياحة ممكن في المستقبل خصوصاً الحين صار فيه كليات فاتح فيها قسم سياحة قسم فندقة فيه كثير وفيها يعني قسام للبنات يعني طالما هو الحين سوق العمل يتطلب هذا الشيء أكيد أنه ننصح أنه يقبلون عليه يعني يعتبر شيء مميز طيب البنات يأخذون وقت طويل مثلاً إنما مثلاً إنه من خرطون في هذا المجال لا أبداً 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 ما يحتاجوا وقت طويل بالعكس يعني أنا شايف حتى الموظفات حتى مو في الإدارة المالية في الأقسام الثانية بسرعة يعني يأخذون على الشغل طيب إيش أهم كلمة توجهيها أو نصيحة توجهيها لكل السيدات زي ما قلت لك أول حاجة أنه لا يلتفتون للناس السلبيين يعني الناس السلبيين تأثيرهم كثير على كل شخص فهذه أهم نصيحة أنه ولا تلتفت للمحبطين ولا شيء تحط أهداف معينة وتمشي عليها وأكيد بتوصل أكيد إحنا نتمنى لكل التوفيق أستاذة لبيبا العنزي وإن شاء نسمع كل خير عنك إن شاء الله بإذن الله وإياك يا رب أعزائي المشاهدين فاصم القصر لكن أكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته